موسيقى السلام عليكم السلام عليكم ان شاء الله سوف اشرح اليونيون واليونيون اول السلام عليكم نوع أسكد رأي مjudجات موسيا موسيقى وعايزين تطبعه عندكم اسماء في الجدول الاول واسماء في الجدول الثاني وعايزين تطبعه الاسماء دي كلها لبعضيها بس في كولوم واحد يعني اناس عايزة اطبع الاسماء دي تمام بلاس دي بس في كولوم واحد تمام ده بالنسبة لليوني هنيجي كده نشوف الاسنتاكس هو بسوط جدا انت هتسليكت مسلا نعم هنا هتيبل نمشي عادي نخليها كولوم كولوم نيم فوروم التابل وان تمام بعد كده مس هنحط اليونيون بعد كده هنسليكت الكولوم نيم فوروم تابل تو ده السنتاكس بتاعها تعالوا نشوف بقى الكلام الان ارتدى صح على الغد فمسلا هنسليكت النيم سليكت 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 النيم فوروم التابل الاولاني اسمه بيرسون تمام يونيون بعد كده هنسليكت النيم برضه فوروم بيرسون تابل 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 احمد و عبواد موجودين في التابل الاولاني او موجودين هنا نعرف ان اليونيون ما بتجيبش الحاجات المتقرر يعني هنا في احمد و عبواد تجيبها مرحة تابل نعلم مثلا على ال اي دي نشوف اي دي مختلف هنا وهنا ولا لا نخلي هنا اي دي و نخلي هنا اي دي ممكن تعلمه على اثنين كولوم بس فيه شفط لازم يكونوا بنفس الديتا طيب نفع اي دي وتحدث تلك من الديتا طيب و نخلي ان تطلب الديتا طيب اي دي حامد سنقوم بتقوى المرشف ندعب السلطر سنقوم بتقوى المرشف وسنقوم بتقوى العروف اتبع بيبسون تو واحد واثنين. بعد كده طبعه للايج. اللي موجودين في التابل الثاني. اهوم. تمام جدا. كده عرفنا اليوني. طب تعالوا المثال الاولاني. اللي هو هنا قولنا سيليكت نيم وهنا سيليكت نيم. قولنا انا هوا مش هجيب المتقاب. تعالوا بس نحط كلمة اول. لو حطينا كلمة اول. لاحظوا. انتوا هتلاحظوا الفائب نفسيكم. بصوا هنا. جاب ليه? جاب له احمد 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 احمد. كده ده معنى ايه? معناه ان هو بيزيب لي الحاجات المتقرة. يعني عادي لو في هنا منسلا اسم احمد انا في اسم احمد هجبهل انا في ايدي واحد. انا في ايدي واحد هيجيب لي الاثنين. مش هيشير اللي الحاجات المتقرة. تمام? ده كان الفائد ما بين اليونيون و اليونيون او. رب يا جماعة جهازك ول Marriage صار الى سهر بسيطة وعجبكم. اشوفكم ان يشاء الله